طيب ندخل في ترك الصلاة أو مسألة مثلا من فاتته صلاة يعمل إيه ومسألة الفوائد دي بعض الناس مثلا ممكن يكون عليه فوائد كتير ممكن حد يكون يعني مدة طويلة أو ممكن حد مش فاكر وهو فاتته كم صلاة يبتدي يتصرف هنا إزاي وإزاي تكون التوبة من هذا الأمر خلينا نؤكد بعد اللي قلنا عليه إن احنا مش عاوزين نحكم عليه نؤكد أنه على معصية عظيمة نعم احنا مش بنلتمثل العذر عشان بقى يتمادى في هذا الضلال أو في هذا التقصير لا احنا بنقوله اتقل لا ده ده معصية عظيمة ده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول أن الصلاة عماد الدين يعني الدين وقف عليه أول ما يسأل عنه العبد يوم القيام الصلاة إن صلحت صلح سائر العمل وإن فسدت فسد سائر العمل فحصل منه كده عليه أولا أن يبادر بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى يستغفر الله يندم على ما فات يعزم على إنه هو سيحافظ على الصلاة من هنا ورايح زائد إنه هو يبقى عليه هذه الصلوات دينا في رقبته دين جبنا منين الكلام ده من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال أقض الله الذي له فالله أحق بالقضاء يعني عارف كده أنت لو عليك دين لفلان فلازم هتقضيه فالله أحق أن يقضى الدين الذي له قال من نسي صلاة فليصلها متى ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك لا كفارة لها يعني حصر كده لا كفارة لها إلا ذلك يبقى عليه صلوات فائتة تركها نسيانا أو تقصيرا أو تكاسلا عليه أن يتوب إلى الله ونمرت مين عليه أن يقضي هذه الصلوات التي تركها والتوبة هنا ما تجبش بقى اللي قبلها يعني ما قولش لأ لازم أقضي الصلوات دي طيب صلوات بقى كتير يا شيخ أحمد وأنا حاسس أن يعني مش فاكر هم كانوا أدى إيه ولا كده أعمل إيه معلش هو أنا عاوزين ننبه لأن بعض الناس يقول لك لا خلاص ده هو معلهوش لأن من تركها فقد كفر ده هو كان كافر شفت معي الطريقة في التفكير ده هو كان كافر فدخل إلى الإسلام فالإسلام يجب ما قبل ده وده في حتة تانية خالص ده هو الده في حتة تانية ده هو الده والعياذ بالله أنه كان في جهنة فأحنا بنقول لأ أنت كنت داخل دائرة الإسلام فعليك أن تقضي هذه الصلوات هل هنا بقى أقضيها مثلا يعني مثلا أنا ست خمس صلوات عصر مثلا هل هنا أقضيها كلها مرة واحدة ونحن نصلي الخمس صلوات ولا زي ما مثلا بعض الناس تقول صلي العصر بتاع النهاردة وصلي مع عصر من اللفات ولا صلي سنان كتير يعني بنسمع كلام كتير في الموضوع ده عايزين حضرتك بقى تقول لنا إيه اللي المفروض نعمل هو نمر واحد لازم أجيب الفروض يعني النوافل مهما أديته من النوافل فده مش هيسقط الفرائض الفريضة طيب أقضيها إزاي هنفرق أن أنا والله حصل عندي كسل أو نسيان أو ضرب في الحياة فسيبت الصلاة بتاعة يوم يعني فاتت علي الفجر والظهر والعصر والمغرب وقدينا بالليل والعشر فأقول له لا يبقى بالليل كده قبل ما يصبح تاني يوم ها تجيبهم بالترتيب كمان تصلي الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء قضاءا بنفس الترتيب لأدن علي صلوات أكثر من يوم وليلة هقول له اقضيها زي ما انت عاوز اقضيها زي ما انت عاوز لكن عشان الموضوع ما يباش تقيل على قلبك وتحس أن انت يا رتني ما توبت ده إيه اللود اللي حصل علي ده ففي طريقة جميلة قوي وسهلة قوي إن أنا أصلي مع كل فرض حاضر فرض من اللي علي أجيب الفرض اللي علي وبعدين أصلي الحاضر أو العكس وطبعا الأولى أن أنا أجيب الفائت الأول لكن حسب ما يتيسر أجيب مع كل فرض فرض طب أحسبها ازاي أحسبها أن أنا سبت الصلاة لمدة سنة بقالي سنة ما بصليش أعود سنة زيها أجيب مع كل فرض فرض وهو أولى من أداء السنة آه ده دي نقطة مهمة جدا وممكن أعمل لنفسي ورد يومي من قيام الليل أو أمقضي فيها مجموعة من الفراد ممكن أعمل كده آه دي نقطة مهمة جدا